استضفت مملكة البحرين على مدى يومين اجتماعا لرؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية الخليجية سعرض فيه ما تم توصل إليه من نتائج خلال اجتماعاتهم الأربعة السابقة وخلال الاجتماع تم الإعلان عن إقرار النظام الأساسي لاتحاد الصحفين الخليجيين ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء الموافق السادس عشر من يناير الفين واربعة وعشرين يضم الاتحاد الجمعيات والهيئات والمراكز والروابط والنقبات والاتحادات الصحفية في دول مجلس التعاون ومقره مملكة البحرين يهدف الاتحاد إلى العمل على كل ما من شأنه تحقق وحدة وانسجام الجمعيات والهيئات والروابط والمراكز الصحفية الخليجية وتبادل المعلومات فيما بينها وإقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات واللقاءات وذلك سعيا إلى الارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي وتحقيق المزيد من المكتسبات للصحافة وسيانة حقوق الصحفيين والإعلاميين بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع المنظمات الصحفية العربية والعالمية وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تصب في صالح الارتقاء بالصحفيين والصحافة والإعلام بدول مجلس التعاون سعيا للارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي وتحقيق المزيد من المكتسبات للصحافة وسيانة حقوق الصحفيين والإعلاميين وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تصب في صالح الارتقاء بالصحفيين والصحافة والإعلام بدول مجلس التعاون جاء الإعلان خلال اجتماع رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية عن اتحاد للصحفيين الخليجيين يضم الجمعيات والهيئات والروابط والنقابات والاتحادات الصحفية في دول مجلس التعاون ويطمح للنهوض بالقطاع الصحفي والإعلامي في دول المجلس تم تشكيل مجموعة من اللجان أنيط برئاسة كل لجنة من هذا اللجان لدولة من دول مجلس التعاون أيضا أقر من جانب مجلس الإدارة النظام الأساسي الجديد لاتحاد الصحافة الخليجية وأيضا مجالات التعاون وفرص العمل المستقبلي والتفاعل لخدمة دول منطقة مجلس التعاون خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة مجموعة من المتغيرات والتطور والعمل الكبير الذي يجري فيه كل دولة من دول مجلس التعاون الاجتماع بحث كل ما يهم الصحافة الخليجية من تحديات وصعوبات وتطورات متسارعة ولخص جهود مواجهتها بإقامة الاتحاد الذي يهدف إلى العمل على تحقيقه ووحدة إنسجام الجمعيات والهيئة الصحفية الخليجية علاوة على تبادل الخبرات فيما بينها وإقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات واللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات المهنية هو بلا شك اجتماع اليوم اجتماع مهم وتاريخي لإنشاء اتحاد معني بالصحفيين والإعلاميين تم التركيز اليوم على البيان الافتتاحي لهذا الاتحاد وبلا شك نحن نعوم على هذا الاتحاد مستقبلا لخدمة الصحفيين والإعلاميين في منطقة الخليج وبالتالي هذا الاتحاد سيكون لها انطلاقة إن شاء الله بدءا من اليوم في مملكة الخير ومملكة البحرين نتأمل حقيقة أن يكون هذا الاتحاد اتحاد فاعل في المنظمات الدولية والقارية المعنية بالإعلام والصحافة ونحن عازمين حقيقة خلال الفترة القادمة أن نبدل الجهد الكبير لخلق اتحاد فاعل في المجال الصحفي والإعلامي إن شاء الله دور مهم يطلع به اتحاد الصحفيين الخليجيين بالسعي لمواجهة وحلحلة التحديات والمصاعب أمام العاملين في المجالات الصحفية والإعلامية علاوة على إيجاد الفرص السانحة لتطوير وتعزيز العمل الصحفي الخليجي من خلال تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتكثيف التدريب والتأهيل بتعاون وتشارك بناء من قبل كبار الإعلاميين والصحفيين الخليجيين والخبرات الرائدة في هذا المجال مرحلة جديدة ينطلق بها اتحاد الصحفيين الخليجيين باختيار الأستاذ محمد الحمادي رئيسا جديدا للاتحاد تطمح للارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي إلى مستويات جديدة تواكب حجم التحديات التي تواجه الصحفيين الخليجيين في المستقبل يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر